قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بمالي ترفع درجة التأهب إلى أعلى مستوياتها بمدينة تنبكتو شمالي البلاد بعد أن فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف بالقرب من إحدى السيارات التابعة لقوات المينيسما بينما كانت تقوم بعملية تمشيط للمدينة وتأتي هذه العملية أياما بعد وفاة القيادي الأزوادي الشيخ أغ أوسا إثر تفجير سيارته بينما كان عائدا من اجتماع له مع قوات المينيسما والقوات الفرنسية بمدينة كيدال في الشمال المالي وقد شهد شمال مالي منذ بداية شهر أكتوبر الجاري عدة هجمات أسفرت في مجملها عن مقتل أزيد من عشرة أشخاص بين المدنيين والعسكريين بعضهم قضى جراء انفجار ألغام أو الوقوع في كمين أرضي نصبته جهات مجهولة ويشكل موضوع الأمن هاجسا كبيرا يؤرق سكان الشمال والوسط وكان السبب المباشر في إقالة وزير الدفاع تيمان هوبرت كوليبالي قبل شهرين بعد سيطرة مسلحين على قرية بوني الواقعة وسط البلاد وكان الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا قد بحث خلال لقاء له مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قبل أسابيع موضوع الأمن في البلاد حيث أكد الأخير استعداد فرنسا لمواصلة دعمها في سبيل استقرار وأمن البلاد وقد تزامنت المباحثات الفرنسية المالية مع جولة يقوم بها القائد الجديد لقوات فرنسا ضمن عملية بورخان والبالغ عددها 3500 جندي الجنرال إكزافيه ديوال مونت قادته إلى موريتانيا وباقي بلدان الساحل بهدف التنسيق مع جيوشها ترجمة نانسي قنقر